تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 439 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 139 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط قرابة 54 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط أكثر من 78 طن كما تم ضبط 709 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 113 قضية خبز ناقص الوزن وتسع وتسعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات